اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان معي الأخوي مشاري عمر وشايف الموقف وعارف يعني ومن قالك تستخدم المتيش أنه كان عندنا الله مصلي على المحمد بعد ما أخذنا سفارة الوقف صار في ترتيب مع ابو عبدالله يعني كو في تواصل مع بعض الشخصيات تواصل معنا اليوم في الفقرة وتبرعت منهم أحد سيدات الأعمال فكانت هذه الفكرة يعني نتواصل مع الناس اللي شاركونوا يعني في الوقف طيب عرضونا الصورة يا شباب حقية عبدالله الروقي وعرضونا الصورة حقية عبدالله اللي هو على المكتب هذا الصحيح أنا ما أجي حتى هذا اللي حصل صحيح لذا أنا والله ما كنت أعرف إن فيه شاحن غير التوصيلة اللي تحت فيها الأسلاك اللي موجودة أول ما بلغني ابو عيسى أنه فيه أفياش في الاجدار من الخلف بين التواليت والغرف الله يعزك استجبت على طول وطال يا عبدالله أنا ما شوف واحد جاس يشحن جوال أنا شوف شخص متطفل على المكتب وجالس بطريقة غير صحيحة كنت طالع على أم الباب بدني الجوال كان يشحن أخذ الوقت على ما شحن أخذ الوقت على ما شحن أكثر من عشرة دقائق على ما دخل الجوال يعني بدأ الرطالي عشرة دقائق وأنت في نفس المكان هو عشرة دقائق على ما شحن وأنت في نفس المكان ما طلعت أنا عند جوالي لا centimeter أتكلم أنت على المكتب نفسه وأنت تعرف في أوراق خاصة أوراق سرية على المكتب ما اتطلعت على شيء أبداً وجلس تسوله مع أبو عمر كيف عرف أنك ما اتطلعت والأوراق قدامك والله ما اتطلعت يا أبو سلطان أنا رجل أحترم نفسي وأحترم المكان لأنا فيه كم خصمتوا عليها يا شباب عبدالله؟ طيب الشباب خصمتوا عليها ألف؟ طيب ادبلوا الخصم عليها يا شباب ألفين لان ثاني مرة يا عبدالله ما نجلس في مكان ما مخصص لنا صحيح صحيح